دشنا وزيراء الصحة العامة والسكانة الدكتور ناصر بعوم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة ومعهما وكيل محافظة حضر موترشئن الوادي والصحرام عصام الكثير فعاليات اليوم العالمي للتخدير التي أقامتها دفعة فني تخدير بمعهد العلوم الصحية بسيئون تحت شعر تخديرنا حياة وفي حفل التجشين الذي حضره نائب وزيري الخدمة المدنية والإدارة المحلية عبدالله الميسري وعبدالسلام بعبود أوضح وزير الصحة سعي الوزارة وحرصها على فصل واستقلالية المعهد قلال الفترة القادمة داعيا الطلاب الطالبات لبذل المزيد من الجهود في التحصيل الألمي والتركيز على تعليم الحاسوب واللغة الإنجليزية وجرى في الاحتفال تقديم درعا تذكري مقدم من إدارة المعهد الصحي لوزير الصحة نظير دعمه ومتابعاته المستمرة وتذليل كافة الصعوبات العراقيل التي تواجه المعهد إلى ذلك قام وزيراء التعليم العالي والصحة العامة ومرافقيهما بتفقد كلية الطب العلوم الصحية التابعة لجامعة سيئون التي تم افتتاحها مؤخرا للاطلاع على سير العملية التعليمية فيها